نور بتقول انا حاسة ان انا بعيدة عن ربنا ليه يا نور؟ ام تقرب من ربنا؟ عاملة فرودك؟ اول حاجة بنسأل عنه عاملة ايه في الصلاة؟ بيأزن بتقوم تصلي ولا بتكسلي؟ جامع الصلاة ولا ما بتصليش؟ أخبار الفجر ايه؟ أخبار السودة النوافل ايه؟ بعيدة عن ربنا ما بتقرقيش الكلام والرسائل بتاعت ربنا كل يوم ربنا بعت رسائل كل يوم في المصحف وفي القرآن بتقرقي ربنا ايه لنا ايه؟ دي الحاجات اللي بتبقى على الاقل عاملة ايه في الزكر؟ اللي بيحب حد دايما بيتكلم عنه ودايما بيذكره عاملة ايه في الزكر مع الله سبحانه وتعالى؟ ها؟ طيب خلصت الزكر لا ده بعمل قرآن كذا وكذا وحاسة ان بعيدة عالي عالي وارتقد انا عرف ناس بصي تابوا النهاردة وكانوا ايه؟ شايز اقول لك كانوا ايه؟ شايز اقول تابوا هنا كانت توبتهم ما فيش شفتهم بعد سنة حاجة كده قفزات لله سبحانه وتعالى احنا فين؟ والله الواحد قلبه بيغير من الكلام ده كل الناس دي بتتزحم على ربنا كل الناس دي عايزة ردى ربنا وعايزة حبه والناس دي كلها بتحب ربنا الواحد كان فاكر هو بس اللي بحب ربنا كل الناس دي بتحب روحي في سوق التنافس دوت وروحي يعني زحمي الناس على باب الحب الله سبحانه وتعالى والانس بالله والله ما اجمل الحياة وانت عايشة مع ربنا لا هيهمك بقى ولا الكلام ده وربنا يدفع عنك وتولى أمورك ويرزقك ويجبرك وتحس كده ان انت في ملكوت الناس عايشة في الدنيا وانت عاملة دماغ مع نفسك دماغ اسمها الأنس بالله سبحانه وتعالى ادعوك يا انك انت تزودي وشوفي ايه الحاجات من الحاجات اللي احنا قلنا لنا دي ويا ريت بقى يا نور تبعتلنا تاني وتقولي انا في حال مع الله اللهم امين يا رب دكتور هالة فاطمة محمد تكلمي عن اسم الله الرزاق احنا عملنا كذا حالة عن اسم الله الرزاق لكن بصة بنتي اسم الله الرزاق انا اعرف يقينا في قلب زي ما قال الشخصة قال كده ان هو يبقى عندي علم يقين في قلب او منعرف ان ربنا بيرزق لا ده علم لا طب الله ما احنا بنذيع رب رزقنا بس هاني شك امتى هيجا يرزقنا ده احنا هنفضل كذا هنعمل ايه وهنجب من ايه ده الشك وده سوء ظن في الله سبحانه وتعالى لكن اليقين اليقين انا عندي يقين ان الله عمره ما هيسبني وان ربنا عمره ما هيمنج وحدنا من غير عشاء نمنع مرة من غير عشاء المرة اللي بعد ولكن عايشين يعني مش ميتين الله هو الرزاق يبقى عندي يقين ان الله هو الواحد الاحد هو الرزق من عنده هو اللي عنده مفاتح الخير كلها في الارض وفي السماء فدع باليقين ده اللهم رزق الرزق مش رزق مال بس على فكرة الرزق رزق رضا سعادة راح بال بال، طمأنينة، حب الناس، توفيق، تزديد، الله سبحانه وتعالى يفتح لك أباب الخير في الدنيا والأخيرة، فمش مال بس، لا ده حاجات تانية كثير، أدعو الله سبحانه وتعالى يرزقك رزقاً حلالاً طيباً، اللهم أمين.